ترجمة نانسي قنقر هو الفارس الذي يعي تماما معركته ويعد لها العد والعتاد فصطر بأحرف من نور إنجازات متوالية في قيادته بكل اقتدار للفريق الملكي للقدرة إنه سم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي التي شكلت توجيهاته ومتابعته المستمرة العلامة الفارقة في تحقيق الفريق الملكي للقدرة ألقابا متوالية والتواجد الدائم على منصات التتويج على المستويين الإقليمي والدولي فعلى الأرض الأسبانية ورغم تضاريسها توجيه سم الشيخ ناصر بن حمد بلقب بطولة أسبانيا للقدرة لمسافة 120 كم بكل جدارة واستحقاق رغم المنافسة القوية والمثيرة التي شهدتها البطولة والتي شهدت تفوقا لرياضة القدرة البحرينية باحتلال الفريق المراكز الثلاث الأولى في السباق إضافة إلى لقبي سباق 100 و160 كم الأمر الذي يؤكد مكانة الفروسية البحرينية في ظل الجهود البارزة التي تبذل لمواصلة الارتقاء في هذه الرياضة العريقة ويأتي هذا الإنجاز بعد ضفر فرسان الفريق الملكي للقدرة بألقاب بطولتي الأردن الدولية الأولى والثانية للعموم والناشئين التي أقمتا مؤخرا بمشاركة واسعة ما يؤكد أن الفريق يسير وفق خطة للتأهيل الجياد والفرسان الشباب للمشاركة في بطولة العالم القادمة التي ستقام في هولندا في سبتمبر القادم الإنجازات الكبيرة للقدرة البحرينية هي ثمرة للرعاية والدعم الذين تحظى بهما الرياضة البحرينية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالقطاع الرياضي إذ أسهم ذلك في تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات لرياضة البحرينية والتواجد الدائم على منصات التتويج لتواصل بذلك مملكة البحرين مسيرتها الحافلة بالإنجازات الرياضية على الصعود كافة ترجمة نانسي قنقر